يعني خلينا نبدأ مع حضرتك يا أستاذ عصام إحنا خلاص إحنا ليه كنا مصرين أن أنتوا تبقوا معنا النهاردة طبعا تتنورونا في أي وقت بس دائما حضرتك عارف الساعات ويبقى الأهلي رسميا بيحسن بإذن الله بإذن اللقب الدوري الـ 42 بالرغم من طبعا كامل الاحترام لفريق الاتحاد ولكن مع ذلك يا كابتن برغم أنه الأهلي عمل موسم كويس قوي لكن انتقادات كتير الإعلام بيهاجم بطريقة غير مبررة للنادي الأهلي افتعال المشاكل بشكل كبير قوي حضرتك تفسر ده بإيه ليه ده بيحصل وإحنا خلاص بنحسن الدوري اللي هو 99% محسوم ما شاء الله مش كل الآلام يعني أولا يعني عشان أنا أعشف في خطأ التعميم يعني وأنا فهم ما تعنيه يعني بعض الآلام اللي مصر أنه الأهلي تحت المجهر بس ده عادة الكبار دايما يعني وعادة الكبار بقى في أنه تحت المجهر زادت شوية طبعا لا هناك ما هو يعني استمراء واستباحة للنادي الأهلي لكن في كل الأحوال من يجرؤ أصلا أنه مهما علت دوز ده أو الجرعة دي من يجرؤ أنه هو يوقف هذا التقدم الأحمر مش بس فيه اتجاه در الـ 42 اللي هي موجودة بالفعل الـ 41 موجودة عند النادي الأهلي ومن ثم الاحتفاظ بيها إنما برضو النادي الأهلي لا يخرج للرد ولا يشتبك في هكذا معارك وده الدلالة الوحيدة على أنه هناك طريق ما هناك مؤسسية هناك احترافية حتى يبدو الأمر زي ما حضرتك قلت على الهجوم حتى يبدو الأمر وإحنا بنتكلم أنه برضو كلام مكرر عن رسوخ مبادئ محددة عن التواجد في حيز العمل وفقط ما فيش خروج للرد كلمة بكلمة ولا جملة بجملة لكن يعني ربما في الدرع ده أو في مشوار الدور ده صمت مسؤوله الأهلي كثيرا علشان يشوفه لدرجة أنه بقى ما يرصد يعني فيه بعض الإعلام اللي قلنا عليه وشاورنا عليه لا يرصد مع المنافسين ولا حتى مع باقي الجدول بقى مش مجس المنافسين يعني لا يرصد وحوارات يعني متقدة على مجرد لعبة يعني مش لعبة كرة القدم يا ريت على لعبة فيها أوت فيها اللي هي الحاجات اللي بيمر منها مثلا مئات الألعاب في خلال 90 ديار واحدة أو مباراة واحدة إذن حطي فكرة أن النادي الأهلي دائما محطة أنظار دائما بيع كاستثمار أيضا والإعلام فيه جزء إعلاني لكن زادت قوي لأنه هناك مستهدف أنه ما يبقاش فيه كبير بطعم اللون الأحمر وبالتالي النادي الأهلي دائما محطة أنظار أيضا